أهلين وسهلين بالجميع طبعا اليوم راح نشرح بسرعة عن الإفنت الجديد نتبع على بيدو اليوم راح نشرح بسرعة كيف تدر تفتح الإفنت وإن شاء الله بكرة راح أشرح كل شيء عن الإفنت راح أفتحه وأشرحه يا رب تصفاتوا من هذا المقطع أبل ما تنشوا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل جرسنا به حطوا لايك وإنشوا المقطع استمتعوا بالمقطع أهلين 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 طبعا هذا الفيديو راح ينزل متأخر لأنه أنا لساتني دخلت لللعبة وشفت إنه الإفنت نزل راح أشرح بسرعة كيف تفتح الإفنت راح أشرح كيف تدر تفتح الإفنت وإن شاء الله لو أنا قدرت أفتحه وبعدين لو أنا قدرت أفتحه راح أشرح كل شيء عن الإفنت بعدين أول شيء الإفنت طبعا نزل اليوم أسام 10 بتوقيت السيفر والجزء الثاني راح ينزل واحد في شهر 12 والجزء الثالث راح ينزل في أربعة شهر 12 وهن المكتوب وقت اللي راح ييجي طبعا في توقيت السيرفر والشوب الأول نفتح بخمسة وعشرين وحداشر يعني الى فتح فنفس اليوم اللي بلّش فيه الإفنت والشوب الثاني راح يفتح في واحد في شهر توعدة ١ اعني التوقيت .. اللي راح ينزل فيه الاكت الثاني تعال ندخل نشوف الأشياء اللي لازم تعملها لأنه أول شي لازم يكون رانكك 20 أو فوق ثاني شي تكون عامل الأركون كويست لإسمها For Tomorrow Without Tears طبعا هاي الأركون كويست هي ثاني أركون كويست يعني تقدروا تعملوها ثاني أركون كويست تكونوا عاملينها ثالث شي لازم تعملوه تعملوا قصة ألبيدو الأكت الأول وكيف تقدروا تلاقوها رح تدخلوا على كويست طبعا أنا بقدر ألاقيها هون في شي مكان بس ما رح أطل تطل على store كويست هون وتلاقوه هاي هي الكويست تعملوا هاي الكويست ولو بدكوا تلاقوها بالضبط وينها تعال نرجع على كويست تعال نلاقيها مع بعض هاي هي الكويست تعملوا هاي الكويست لما تعملوها في كويست كمان واحدة رح تعملوها كمان الكويست الأخيرة اللي لازم تعملوها يا سيدي هي هاي الكويست اللي اسمها جول لست lost in the snow كويست وهاي الورد كويست لازم تعملوها كمان مشان تفتحوا الإفنت هاي الورد كويست أنا ما بعرفها بس رح حط لكم تحت في الديسكريبشن فيديو مشان تقدروا تعملوا هاي الورد كويست وطبعا لو في حدا عنده سؤال على الاركون كويست أو قصة البيدو يسألني تحت في الكومنتات وإن شاء الله رح يجاوب هيك بتقدر تفتح الإفنت الآن طبعا أنا ما بعرف لو بقدر أفتح الإفنت على حسب علمي ما بقدر أفتحه بس رح أدخل أوه هاي الأشياء defense إيه علينا أوكي ما بقدر أعملها لأنه ما عملت قصته فالآن رح خلص الفيديو أمنتجه بسرعة ودخله على اليوتيوب وإن شاء الله هلأ رح أعمل الفيديو وبكرة ينزلكم إن شاء الله سامحوني والله سامحوني ما شبت الإفنت وتعبان كمان من المدرسة وهي الأشياء بس يلا إن شاء الله هلأ رح منتجه بسرعة ودخله وطبعا هاي أشياء من الأشياء اللي بتدار تربحها في الإفنت بريمو جيمس وهي الأشياء الحلوة قبل ما أطفي بدي أفتح بدي أفتح واحدة من هاي دعوا اللي تطلع لي زرقة يلا طايا يارو تكون سفتوا بالمقطع لا تنسوا اللي تشارك في القناة تفعيل جرسنا به حطوا لايك وانشوا المقطع نراكم في المقطع القادم سلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر